موسيقى عزيزي مشاهدي يلا كورا في كل مكان معنا النهاردة نجب كبير قول زي ما انت عايز تقول علي ايه مهاري حريف شويت معنا النهاردة عمر براكات نجب نادي الجنة موسيقى عمر براحب بك معنا في Yong Accur حبيبي هبيبي انا بصول جدا موجود معك حبيبي اعمل ايه الحمد لله بخير الله رزيلف اللي كله بخير خير اعمل ايه في الجنة جميل والله القاعدة ناد جميلة الالكوليز بأندمامك للاهلي الي فريق الاول وانت كبير وانت متقلق كانت ايه كت في المقصة انا فاكر السنة اللي الحمدلله الواحد كان موفق فيها جدا اهلي وزمال اخوالي ساعتها دي كنت انا بفضل انا اطلع ايز اطلع برا بس فانطلعت الارث ساعتها اعدت ست شهور وبعد كده في روح ابن اخده في النص فجيت بقى انا هنا واخد اجازة يعني انا نزلت واخد اجازة وهارجع تاني فتعريبا ان هو النادي الالي عارف ان انا في اجازة هنا وبعدين كلمني وانا في الاجازة يعني هو اكلمني وانا في الاجازة ان انا اروح وكده كنت لسه انا يعني انت ملحقتش لسه تعمل حاجة هناك فمعرفش سبحان الله اول ما اكلموني وفاة عطور ليه بقى ما اخدش الفرصة في الاهلي تجايب تموه عايز تشتغل في الاهلي عايز تحقق حاجة عشان تطلع بيها تاني برا على حبته اكبر في اوروبا ليه بقى ما اخدش الفرصة في الاهلي وانا اللي حصل معنا انا شايف ان الفترة بتاعت الاهلي دي شخصيتي بص انا عندي مشكلة لان انا محترم زادة على اللزوم يعني وطيب وغلبان ومش من اللعبة اللي هي باخد حقي بقى وبعد فهمت يعني في الاتيتيود نفسه بتاع بتاع اللعيب بالذات في مصر لما بتبقى المدرب بيلايك محترم وبتاع وبتقدر الناس ومش عارف ايه هنا للأسف المدربين كلها بتلاقيه بيدوس عليك وبي ما بيعملكش بنفس بنفس اللي احترم انت بتعمل بيه فانا كنت غلطان صراحة ان انا ان انا يعني دخلت بالاتيتيود ده وكان المفروض هتعامل يعني بطريقة تانية انا شايف ان انا كنت غلطان كتير تنازلت عاجات كتير قوي كنت استحق ان انا اخدها تنازلت عن حقوق كتير جدا جدا جوا النادي كان في فرص كتير او ان انا كمفروضة اخدها بس ما كنتش بها تكلم كنت اطلع برا الموتش ااجد تمرين البعض واتمرن كويس ما كنتش باخدش اتكلم أو أُخد شخص أسأل مثلا بأدخول شيء ما ألعبش ليه فكل ده أنا أسألت حقك نفسي طبعاً أهماً ما كنت ش بأتكلم و غد اي طبعاً ما كنت ش بأي حقكي كنت محترم زيادة عن لزوم و أنا شايف أنا شايف أن أنا عشان ما كنت ش بأتكلم و ما كنت ش بأي حقكي ما أخدتش فاصل إنت شايف أن عدم أن أنت كنت محترم زيادة عن لزوم في الأهل وذا اللي خليك ما تخوتش فارصة كان فيه لعبة كتير جداً ما بتدخلش وبتعمل مشاكل وموتش اللي بعدي بتبقى موجودة وبتلعب في وجود حسام البدري ده بعيداً طبعاً إن كابتون حسام البدري يعني مين كان بعمل مشاكل؟ لا أنا مش أقول لك حسامي بس بعيداً طبعاً عن الحتة التانية بتاعت كابتون حسام البدري يعني كان مين مدير كورة ساعته؟ هو كابتون سادة حفيز إن لعبة كتير جداً طبعاً يعني ممكن تقعد تديك يعني في كابتون حسامي البدري خاصائك ده ده كده في طريقته في أسلوبه في اللعبة اللي مكنش ببقى مقتنع بيها في اللعبة اللي ما بديهاش فرص أنا مستغرب إن شخصية كابتون حسامي البدري اللي إحنا بنشوفها أو المعروفة عنه الكامل اللي إنتا بتقول إن فيه لعبة ممكن هي ما بتلعبش فهتعمل مشاكل تبقى موجودة المطش اللي بعض على طول ايش يعمل أنا بقول لك أنا بقول لك أنا لو كنت عملت مشاكل كنت لعبت أنا ما عملتش مشاكل وبالتالي ظلمت في عدم اللعب وبالتالي إن الجماهير قالت إن عمر إحنا كنا شايفين إن هو يبقى جاي إضافة للنادي لعلي لأ ده ما لعبش ده ما حدش شافنا أصلا ما شافونيش غير في بطولة العربية ولعبت ماتش واحد في الدورة لعبت أه في الدورة بطولة العربية جون مؤثر جونين هتبقى موجود إيه اللي حصل برضو في البطولة العربية هنجل فرصة كويسة ما لبقول لك انت تظهر بشكل كويس هي نفس المشكلة تقريبا بعد الجون اللي انت جبته تاني ماتش كت ها بص هي نفس المشكلة هي نفس المشكلة حتى برضو عملت نفس الغلطة برضو في نفس البطولة جبت جون الفوز في الماتش بتاع ناصر حسين داي الماتش اللي بعدي طلعني برا الاسكور عادت في المدرجات بشجع الفرق ولا عملت أي حاجة خالص ولا اتكلمت ولا فتحت بق فاهم؟ وده غلط يعني انا غلطان انا عملت كده بس وانا عشان كده مشيت من النادي هتكلمتش مع كابتنة سونة بادري؟ لا لا ما اتكلمتش معه وماش هتكلم معه ظلمت قويب؟ الله يسامعه بقى غلاص الناس يعني الناس عايزة تعرف اللي حصل لا ولا اي حاجة حصل ما اقولتلك ما اتكلمتش معه ما حاولتش تفهم انت لا 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 لي بتتقلق وماتش اللي بعده بتبقى بره الفرقة خالصة بره التمنتاشر ولا اتكلمت مع عادتين سلام حفيز؟ لا 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 كابتساي حفيز اكتر واحد كل كل كله معي انت ماش الله عليك انت راجل محصرم انت بتمرن كويس كل كله معي كان جميل جدا يعني الدنيا وردي خالص مع كابتساي لكن ما كانش فيه قرار ما كانش فيه ما كنتش بتشوف ان الكلام دي يناتب كيفاني لا 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 شايفك ان يعني من راكشناتك يعني متدايق قوي من الموضوع حسك ان انت كنت عايز تكمل اللوات والفترة ممت هيبقى ضيعت اكيد ثلاث سنين من عمري في عز يعني السن اللي هو عزه ان انت عايز تبقى موجود في المنع وعلا طول انا ضيعت ثلاث سنين كله فما لعبتش بس هكيد لازم ابدعي لو رجع بيك الزمن كان اي ممكن تعمله انت في الموجود ما اقولتلك ان انا اي موخف ما يعجبنيش اخد حقيب ساعتا الناس كان بالطالب ان انت تبقى موجود وتلعب هل ده كان بيضايقوا هو في الفترة دي او كان بياخدها لعند شوية هل هيضايقوا ليه ما كان فيه ناس كتير او بتيجي والناس بالطالب وبيلعبوا وناس جات قبلي وليعبت وناس جات بعدي وليعبت وكله كان بياخد فرص كان انا معرفش الموضوع معي كان ايه مش عارف صحب بس خباك ناس كتير زي انا مش انا الواحدي فيه ناس كتير او بتخش الاهلي وتطلع وكانت نجوم قبل ما تخش الاهلي وبرضه ما خدتش فرص ومشت امتى قلت خلاص انا مش هينفع كمل في الاهلي القرار كان صعب اكيد نعم هو بص ما اقول لك انا استعجلت في حتة ان انا خدت قرار ان انا لما هم اكلموني ان ياسر يعني ياسر يعني يجي من سمحه وانا اروح ما فكرتش كنت منفعل كنت متعصب ان الفترة اللي قبلها انا كنت اتمر بشكل كويس وكان ساعته لسه ماسك لصارت لسه جاي جديد متعرف على اللعيبة وحسته شافني كويس وحسته اقتنع بي وحسته حبني فبعد كده فجأة لقيته يعني متوجه الاتجاه النادي هو اللي عايزه والنادي كان عايز يعرف له ما اعرفش هو اول ساعته النادي عايز يخلص ياسر من سمحه حلو الراجل جاي اوه شافني لعيب كويس كان حتى بيعمل تأسيمة في الملعب وفيه لعيبة اسامي كان بيطلح بره تأسيمة عشان هو شاف في الاول كده عناصر معانا بيلعب في الملعب جانب بعض وعجبه ناس معانا فبيلعبهم وفيه ناس بتستانى بره بتبدل يعني فو الراجل كان معجب بيه جدا واخدت معاه فترة وخلاص بقى متفائل وبوفكر بقى والفترة اللي جاة تبقى أحسن وكلام ده جله فمعوضوع ياسر بقى جيه ومش مهندس ورج انا مش اخد حد غرى عامر فهم عزين يخلصوا صفقة ياسر فجأة نادي ووجه الراجل لا الراجل ده هيطلح ما تعملش حسبك ان هو موجود معانا برخي لك فورد عليه من الإدارة اوه يعني هو الراجل شافني لعب كويس وهيستفاد مني بس هم هقول له لا هو هيطلع عارق عشان انا عايزين الراجل ده من هنا وانت رغبتك كانت فيين ساعت لا انا ساعتها بقى ما شفتش قدامي يعني انا ساعتها الصراحة لو كنت فكرت كنت اخدت قرار أحسب من من اللي انا اخدته بس انا ساعتها انفعلت بقى مين بلغك ساعتها ان انت هتخش ده من صفقة ياسر براين يا ابتش ادعى حفيظ هو اللي بيبلغ الاخبار الجميلة اللي عيبها كان صادمة بالنسبالك ايوه اكلمني قال لي راجل متمسك بيك وانت لو عادت مش هبقى ليك فرصة ومش عارف ايه وكلام العادي يعني بس فانا فعلت عليه طبعا وتعصبت جدا ومش عارف ايه وفي الاخر وفقت دي كانت المرة الاولى اللي انت بتقول يعني انت دائما يعني بعام مشكلتي في الاقل ان انا كنت بتعمل يعني بعامل الناس باحترام دي كانت المرة الاولى اللي تنفعل فيها بالشكل ايوه انفعلت جاي من الصراحة اتصدمت من حاجة انا مش متوقحة يعني الراجل بتتكلم معا كويس اخر فترة قبل ما يبلغوني بالخبر ده بس اول ما قال لي عارف انت اللي هو انت رسم حاجة معانا وماشي في طريق معانا فاجأ واحد يقول لك لا انت اراح هنا فانت بسودت بقى خالص فوشت متأثر جدا اكيد اكيد طبعا اكيد فترة انا ادمان عليها يعني انا ادمان ان انت خدت الفترة دي انا ادمان على حاجات عملتها في الفترة دي يعني عصرت في حاجة نفسي في حاجات يعني كان ممكن الفترة تبقى حسن من كده بس بس الواحد بتعلم اكيد يعني كهرباء يعني مختلف عني يعني كهرباء لما في حاجة ما بتعجبوش اي نعم طبعا طريقته في ان هو بياخد حقه ممكن تبقى احسن من كده بس هو عشان انفعالي وتلقائي لكن هو كهرباء على طول اي حاجة ما بتعجبوش بياخد رد فعلي ماشي فحاطحك ركب اعتقد كان الرد الفعل بتاعهиг اللا هو بياخده عشان هو متشاف اوى فحاشا كده هو ده اللي بيحصل معا دلوقت وسهي عمر براكاتل اما كان في الاهلي كان نيك كان نزلتاط عليها كتير جدا ايه ممكن تاني ما عاجباكش جواهة ناتي الاهلي ما خدتش فيه اكشما اكشن فى ساعاته انها هو فنان بس هنفس فنيان و�People اطلع Av anybody وتبقى احسن وقت في الفرقة وتيجي مطش لنفسك بار كان بيبقى فيه ماتشات كهس سهلة ما كنتش بتلعب ما كنتش بتدخل انتفاهم؟ كان بيلعب لعيبة صغيرة وبيلعب لعيبة كبير كده يعني فعلا كان ممكن تلعب سهل جدا ماتشات كتير جدا جنن بس هو ما اعرفش كان فيه مشكلة ممكن ما بيحبكش على المستوى لا لا ما اعتقدش ما اعتقدش ما اعتقدش ايه اللي ممكن تكون فيه مشكلة بمشكلة؟ ما لا اعتقدك المشكلة المشكلة ان انا احترم فريق جونة بقى عامل ايه فيه؟ ده لا الحمد لله مبسوط اكيد مبسوط في النادي والادارة والناس محترمة جدا واجواء جميلة ونادي ليك استاد وليك مرعب تمرينه ومرعب جميل جدا والاستاد جميل جدا وليك مدينة كاملة بتاعتك كل واحدك قاعد فيها ما اللي البلد صغيرة انت عارف فتحس ان انت البلد بتاعتنا رأيك في الدوري السنادي عامل اززاد؟ السنادي مختلف طبعا بعدما الاندالها زادت دلوقتي فيوتشر وسيراميكا وبانك الاهلي واندالها كتير جدا بتصرف دلوقتي فطبعا كلما هتصرف كلما الدوري هيبقى احسن واقوى واتمنى ان يبقى فيها اندالها كتير زي كده تزيد كمان في الدوري عشان الدوري يبقى اقوى اكلمك بقى بشكل خاص على الجونة شوية الجونة ليه السنادي بدايته في الدوري ما كانتش افضل حاجة؟ والله انا شايف ان احنا جبنا صفقات كتير يعني كتير ممكن لسه ما نسجمتش لسه حتى في معظم الصفقات مصابة لحد دلوقتي لسه ملعبتش فعندنا لعيبة كتير تصابت في اول السنة عندها لو اي تصاب في اول السنة عندنا عمر طري كان لسه جاية تصاب في اول ماتش مش ملسي بك اللي جي برضو تصاب لعيبة كلها جامدة جدا وجات تصابت ولسه محصلش انسجام بين اللعيبة فعتاخد يعني وبعدين لسه لعبنا سبع ماتشاط بس مستواك انتك عمر براكات في الفترة الاخيرة مع الجونة شفناك ظهرت في اول مباراة وبعد كده في غياب وبعد كده بتجدت تظهر في المباريات الاخيرة فليه ليه لتضاروا في المستوى ده؟ مش مش تضاروا بس هو اول ماتش حصل في اصابة بسيطة كده وبس وبعد كده رجعت بقى وعلى لعبته ماتش امبي الاخير قبل التواقف وكنا نلعب الجيش بس يتأجل بس موجود يعني الفترة اللي فاتت دي ولسه احنا في البداية يعني ليه عمر براكات رغم نجوميته الكبيرة والناس دائما بتستنى منه كتير في الملعب بعيد عن التهديد بشكل كبير يعني في الفترة الاخيرة مش عايزة لهم حد كتير بس طبعا في اسباب كتير بس بس اللعب يعني 90% من مستواف الملعب ببقى مدرب ماشي فاحسن فتراتي كانت طبعا في المقصة مدرب لما بيديك الصقة وبيتعام معك وعيس بيتطلع احسن حاجة عندك في الملعب بعد كده حصل عدم توفيق في المدربين اللي تعملت معاهم انت فاهم يعني لما روحت الاهلي مع حسام بادري سموحة تعملت مع حسام حسن فالمدربين مش احسن حاجة وانا من النوعية اللي هو لازم تتعاملني كويس او تتتعامل معا كويس عشان تتلقيني في الملعب بطلع احسن حاجة عندي ده عانيت منه الموسم الماضي كمان شوية انت شاركت برضو في خمسة عشان مبارة الموسم الماضي خدت فترة كبيرة جدا برضو في اول السنة كنت عايز امشي مكنتش عايز اقعد في النادي يعني بسبب الموضوع ده بس بعد كده طبعا لعبت اخر خمسة عشان ماضي اللي هو النص التاني من السنة كله لعبته والحمدلله كنت كويس جدا ليه كوانا ورجيتش تمشيك السنة اللي فترة انت الحمدلله يعني الناس كلها عارفها مستواك وعارف انت لما بتبقى في فورمتك اكيد بيتفدي الفرق فلما انت مكنتش بتلعب فانت كنت عايز تمشي فبعدين طبعا هم شافوا ان لا ما ينفعش لعب زي ده مثلا نخساره او يمشي فبدأت ألعب لعبتي وبقيت كويس فجيت بقى السنة عايزة اكمل على انا عملته السنة فات مليتش برضو الدنيا احسن حاجة يعني في البداية اه بدأت السنة وجاء لي اصابة خفيفة وبقية رجعت بقى لعب المتشاط اللي فاتت بس برضو يعني حاسس ان انا عندي احسن من كده فالواحد بيشتغل نفسه ان شاء الله اللي جاي بقى احسن بس لو انا حسيت برضو ان انا مش عارفة اطلع احسن حاجة عندي اكيد هابقى عايزة امشي هرجع بيك برضو لفترة المقصة افضل فترة بعمر بركاته اللي عرفت الناس كلها بعمر بركاته وطع بقى تتكلم فنيا بقى تلاقي يعني انا برضو شت مجروحة في الكابتن هابي يعني هو طبعا فنيا حاجة الناس كلها عارفة هو ايه فنيا معارفة ان هو بيشتغل على نفسه وكلام ده كله فكان بيبقى عنده فكر وعنده حاجة عايزة نعملها في الملعب وكان بيلاقي العناصر اللي تشتغل وتنفز اللي هو بيقول عليه بس والحمدلله الواحد اللي حد ما يعني كان بينفز الكلام اللي بيتقلوه بس كده ظهر بقى احسن مستوى تظلم انه ما مسكش منطقة بمصر ايه ما تظلمش ومنطقة بمصر يكلمه بس حصل سوق تفاهم ليه رفض او ليه الامور ما مشيتش بشكل كويس لا بيبقى فيه بقى تفاوضات وفيه حاجات ايه هو مثلا بيطلبها هوم الناس بيعرضوها وبعدين بتوصل الاخر فما حصلش يعني ما حصلش اتفاق الناس ساعتها بتمسكه بالجهاز المعاون ده قصر كل واحد عنده برضو يعني يعني انا برضو بحترمه في حتة عنده مبدأ وعنده حاجة ماشي عليها بينفزها ما بيعني فهم وهو ده اللي منجحه يعني انت لو شفت ده اللي منجحه في اي مكان بيمسكه وبيعمل البصل فهو ان هو متمسك بحاجة معاينة ماشي بيها عشان يحقق الحاجة اللي هو نفسه فيها فانت لازم تحترمه اتلع بيك بقى بايدا عن الكورة ازاي يعني الناس اللي الناس تعرفوا طبعا ان الكابتن عمر براكات يعني الجوز بنت الكابتن يهات جلال ازاي خدت الخطوة دي وازاي قلت له ايه اللي حصل ده والله انا كنت كنت معاه طبعا في المخاصة سنتين عشرته يعني عشرته وهو رجل يعني كان بيحبه جدا زي والده بالضبط وكان فيه خرارات اصلا حتى في حياة الوحيد كان بيرجعله فيها فكنت بحبه جدا يعني بس فبعد ما انا خرجت وسافرت الارز وريحت الاهلي وبتاع بتيجي عليك فترة بقى انت خلاص بقى عايز تتجوز وكده وبتدور على الانسان الكامل معها يعني وكده وتفتح وتعمل بيت فمعراش يعني عارف حسيت ان انا عايز يعني ادخل البيت واكلم من الكابتن بس طبعا كان عن طريق هاني سعيد لانشان طبعا كان ما يفعش اكلمه كان الموضوع يبقى في احراج مش طبيعي فهو هاني سعيد علاقتي بيه كانت قوية جدا هو كان معي في المقصة ساعتها وكان من غرب الناس اللي هي وكابتن اياب برضو كان بيحبه جدا وببثق فيه فهو كان بقى كلمته فهو كلمة كابتن اياب فحدد معي فقعدت فقلت له انا بفكر في كذا 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 وموضوع مش سهلس جدا يعني وسهل جدا وتم الحمده الله ممكن اشوف كنتو الاثنين في فرقة واحدة اه كين طبعا عندها شغل واحتراف انت بتشتغل والناس كلها عارفها كويس وعارفها اداك وعارفها مستويك وهو بس بعد المقربين قالوا لي ان كابتن اياب جلال شرط عليك شرط لا 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 ما حصلش ومشارتش والناس كلها بتقول كده الوحدة وما حصلش الكلام ده خالص ده انا هتمنى ان انا بقى موجود معاف نفس الفرقة تانية هتمنى ايه ده المدرب اللي قدر يطلع احسر مش انا بس لو شفت هتلاقي العيبة كتير جدا العيبة كتير جدا كانت كانت مش مستوعها هو همسكها همسيلك همسيلك كتير جدا نزيد 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 نزيد